ثلوج فوق مكة المكرمة سبحان الله انتشر هذا المقطع لثلوج تسقط فوق مكة وهو مقطع جميل حقيقة ولكن للأسف غير صحيح أنا أؤكد لكم أيها الأحبة أن منطقة الجزيرة العربية ستتحول قريبا إلى مروج وأنهار وستتساقط الثلوج فيها إن شاء الله لماذا؟ أولا انظروا معي هناك أمطار غزيرة حدثت في مكة المكرمة أمطار غزيرة لا يتصورها عقل حتى في المناطق الجافة جدا مثل منطقة الربع الخالي التي لم يكن أحد يتصور أن تتساقط فيها الأمطار نجد أن هناك ما يشبه الأنهار بدأت تتشكل بسبب كميات الغزيرة من المطر التي تتساقط خلال السنوات الماضية ولو تتبعنا المنحن البياني لكمية الأمطار نجد أنه يسير بوتيرة متسارعة أي أن هناك تزايدا في كمية المطر النازل على أرض العرب هنا أيها الأحبة أنا لابد أن أتذكر معكم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العربي مروجا وأنهارا سبحان الله هناك مقاطع فيديو لم يكن أحد يتصورها مثلا قبل خمسين أو مئة عام لمناطق جافة جدا في المملكة العربية السعودية أصبحت خضراء تكسوها الخضرة الأزهار ألوان من الأزهار سبحان الله نجد أن الإبل أصبحت ترعى على هذه المروج والأعشاب هناك بحيرات صغيرة بدأت تتشكل هناك شلالات بدأت تتشكل سبحان الله من كان يتصور أن هذه المنطقة الجافة جدا وبخاصة منطقة مكة المكرمة التي هي عبارة عن واد غير ذي زرع كما ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أعاد بناء البيت الحرام البيت العتيق هو وسيدنا إسماعيل عليهما السلام وعندما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السمي العليم فهذه المنطقة أيها الأحبة منذ آلاف السنين جافة طيب نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء في منطقة جافة وبعث في مكة المكرمة ما الذي يدعوه أن يتنبأ بأمر لن يراه من حوله العرب في ذلك الوقت لم يروا هذا المشهد الذي نراه اليوم من أمطار غزيرة في مكة وفي جدة في الربع الخالي في مناطق متعددة أزهار وشلالات وفيضانات وكميات كبيرة من المطر تنزل في أماكن لم يكن يتصورها أحد طيب هذا المشهد لم يروه في ذلك الوقت طيب ما الذي يدعو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يحدثنا عن ظواهر نراها اليوم وموضوع الثلوج أيها الأحبة أنا لا أستبعد أن تتساقط الثلوج في الأرض العرب في الجزيرة العربية لماذا؟ لأن دورة المناخ تتغير بسرعة انظروا إلى العاصفة الثلجية التي تضرب أمريكا اليوم عواصف وأعاصير وكميات هائلة من الثلوج تتساقط عشرات الضحايا بل مئات كثير من الناس تجمدوا كثير من الناس تضرروا هذا الصقيع الموجود الآن والذي نراه أمامنا الحقيقة أيضا هو أمر غير متوقع لذلك دورة المناخ المتسارعة جدا سوف تحول أرض العرب إلى مروج وأنهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هنا سؤال مهم أحبتي في الله هنا في هذا الحديث كلمة ربما كثير لا ينتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تقوم الساعة حتى تتحول أرض العرب إلى مروج وأنهار معنى أن هذا الكلام صحيح ولكنه قال حتى تعود ما معنى تعود؟ أي أنها كانت مروجا وأنهارا وسوف تعود مروجا وأنهارا سبحان الله طيب هذا الأمر هل هو صحيح علميا؟ نعم وكالة ناسا قامت بإرسال قمر اصطناعي لتصوير منطقة الربع الخالي وهي المنطقة الأشد جفافا على مستوى العالم كله يعني في الكرة الأرضية أحبتي في الله أشد منطقة جفافا هي منطقة الربع الخالي بين السعودية وسلطنة عمان وجدوا أشياء عجيبة أحبتي في الله وجدوا أشياء عجيبة ما هي أولا أنه قبل خمسة آلاف سنة كانت جزيرة العرب تزخر بالنباتات والفيلة والحيوانات التي ترعى كان هناك غطاء نباتي شبيه بأوروبا اليوم هكذا يقولون على موقعهم كان هناك مجموعة من الأنهار منها ما يمتد لأكثر من ألف كيلومتر نهر واحد يمتد لأكثر من ألف كيلومتر وله فروع ويغذي ألاف الكيلومترات من الأشجار المثمرة ومن المروج ومن الغابات السافانة أنت صور أخي الحبيب الجزيرة العربية كانت عبارة عن غابات سافانة سبحان الله طيب من الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة التي نراها اليوم بالصور من الذي أعلمه أن جزيرة العرب أو أرض العرب كانت مروجا وأنهارا قبل ألاف السنين هذه الحقيقة كما تقول وكالة ناسا العلماء لديهم أول من اكتشف هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من أشار إليه لو أردنا الدقة العلمية يجب أن نقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هو أول من أشار إلى هذه الغابات وهذه الأنهار قبل أن تكتشفها الأقمار الاصطناعية كذلك أحبتي في الله دورة الطقس هذه تؤدي لتغير المناخ في مناطق متعددة من الأرض فنجد أنه عبر عفوا عبر ألاف السنين وعشرات الألاف من السنين تتغير درجات الحرارة يتغير المناخ وبما أن الجزيرة العربية مضى عليها أكثر من خمسة ألاف سنة من الجفاف بدأنا اليوم نرى عودة أرض العرب مروجا وأنهارا كما أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام وأخيرا أحبتي في الله والله إن كل إنسان لديه عقل وكل إنسان لديه بصر يرى كيف كانت أرض العرب وكيف أنها تعود تدريجيا كما كانت في الماضي لابد له إن كان منصفا طبعا أن يشهد بأن هذا النبي الأعظم هو رسول صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى الثلوج في أرض العرب ونرى المروج والأنهار مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب بمروجا وأنهارا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وينفعنا به جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق